ورد إلينا هذا السؤال هل يجوز لي الدعاء على من ظلمني؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد نعم يجوز أن تدعو على من ظلمك تنام عينيك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء ورب العزة يقول في القرآن الكريم لا يحب الله الجاهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليم تدعو على من ظلمك ويكفي أن الله جل وعلا أمر نبيه بالدعاء على من ظلمه شوف لما ربنا يقول لسيدنا النبي في القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هي حسبنا الله ونعم وكيل دعاء نعم دعاء وذكر وشكوى إلى الله إن ظلمك أحد وإن أساء إليك أحد وإن بيت مظلوما فارفع شكواك لمولاك وقل حسبنا الله ونعم الوكيل إيه بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم شوف لم يمسسهم سوء والآية الكريمة وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الأمر خليه بين يدي الله ارفع شكواك لمولاك يا السلام على الكلمة دي لما تضحى كده نصب عينيك ارفع شكواك لمولاك أو أحد يشتكيك لربنا أو أحد مظلوم يرفع ظلمه لله قلوا رب فلان ظلمني فلان أساء إلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قبائل رعل وذكوان وبني لحيان كان هدو عليهم صلوات ربي وسلامه عليه وسيدنا رسول الله داعى عليهم لأنهم غضروا بسبعين من الصحابة وقتلوهم والنبي غضب لما قتل الحمزة في غزوة أحد وقال لا أقتلن منهم سبعين يا عماه بقتلهم إياك فنزل القرآن لرسول الله يا حبيبي يا محمد الله يقول له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وعليه نقول للسائل نعم يجوز أن تدعو على من ظلمك عملا بما جاء في القرآن وعملا بما جاء في سنة النبي العدنان نسأل الله جل وعلا أن يرد الظلم عن كل مظلوم وأن يهدي كل ظالم اللهم أمين